السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ الآن أصدقائي بالتسطى الخامس عشر من الوحدة السادسة وحدة الجداول في مادة الايكو من هاجم تروبه الكتاب الأول هنا A للتربية تساوي B B مربع تساوي C C مربع هي عبارة عن 256 هذا يؤدي أن C هي عبارة عن 16 وبالتالي B هي عبارة عن 4 وبالتالي A تساوي 2 والجواب هو A في السؤال الثاني لدي الواحد على A مضروب في الـ A في B يعطيني الـ A للتربية وبالتالي B تساوي A مربع المعادلة الأولى الواحد على B تساوي B C وبالتالي C تساوي B للتربية أخيرا الواحد على C مضروب في الـ A C هنا الواحد على C مضروب في الـ A C يعني الـ A تساوي فوراً 2 لما كانت الـ A 2 الـ B هي عبارة عن 4 لما كانت الـ B 4 الـ C هي عبارة عن 16 وبالتالي الإجابة A في السؤال الثالث لدي M مضروب في الـ K تساوي 8 والـ N مضروب في الـ K تساوي 6 والـ N مضروب أيضاً في الـ L تساوي 3 وبالتالي إذا كانت الـ N هي عبارة عن 3 بهالشكل الـ N ثلاثة هنا الـ L هي 1 الـ K هي 2 وبالتالي M هي عبارة عن 4 وبالتالي K زائد L يعني 1 زائد 2 مضروب في N ناقص M يعني 3 مضروب الـ N ثلاثة ناقص M4 يعني ناقص 1 وتساوي ناقص 3 والإجابة هي D في السؤال الرابع هنا الـ A للتربيع مضروب في الـ B للتربيع تساوي 60-64 يعني الـ A في الـ B تساوي جذر 64 واللي هو 8 الآن الـ C قوة 4 تساوي 80-81 يعني هنا الـ C هي عبارة عن 3 الآن عددين جدائهما هو عبارة طبعا هناك عادمين شرط الـ A أكبر من الـ C والـ C أكبر من الـ B يعني هنا لدي هنا 4 و 2 لدي الـ A أكبر من الـ C أربعة والـ C أكبر من الـ B وبالتالي لدي 4 للتربيع زائد 2 للتربيع زائد 3 للتربيع وبالتالي 16 زائد 4 زائد 9 وتساوي 20 29 والإجابة هي G في السؤال الخامس المطلوب إيجاد قيمة A هنا A مضروبة في C هي عبارة عن 2 أيضا لدي الـ B للتربيع تساوي 4 هذا يؤدي أن الـ B هنا حكما 2 كونه قيمتها أكبر من الصفر هنا لدي أيضا معادلة الأخيرة C للتربيع تساوي 4 هذا يؤدي أن الـ C هنا كونه C أصغر من الصفر يعني يجب أن تكون ناقص 2 لما C تكون ناقص 2 الـ A ستكون ناقص 1 وبالتالي القيم هنا لدي الـ A ناقص 1 أصغر من الصفر والـ C أصغر من الـ A وأصغر من الصفر واللي هي ناقص 2 والـ B أكبر من الصفر واللي هو 2 المطلوب إيجاد قيمة الـ A هي عبارة عن ناقص 1 وبالتالي الإجابة هي D في السؤال السادس الـ B مضروب في الـ C تساوي 4A أيضا لدي الـ C مضروب في الـ A هو عبارة عن 8B الآن بإجراء عملية قسمة المعادلة الأولى على الثانية لدي الـ B على الـ A تساوي 4A على 8B بهذا الشكل الآن بإيجاد يعني بتضرب طرفي العلاقة 8B للتربيع تساوي 4A مربع وبالتالي بإجراء عملية الجذر نجد طرفي المعادلة لدي هنا 2 جذر الـ 2 مضروب في B تساوي 2A وبالتالي 2 مع 2 وبالتالي هنا A تساوي جذر الـ 2 مضروب في الـ B بتعويض المعادلة هنا بدل A سوف أضع جذر الـ 2 مضروب في الـ B بإختزال علاقة C هي عبارة عن 8 على جذر الـ 2 8 على جذر الـ 2 يعني نضرب المعادلة في البسط بـ 2 وفي المقام بـ 2 أو جذر الـ 2 يطبح لديه 8 جذر الـ 2 على 2 بهذا الشكل يعني 4 جذر الـ 2 والإجابة هي G سؤال رقم 7 لديه الـ B مضروب في L هو عبارة عن 20 و 21 الـ B مضروب في N أيضا هي عبارة عن 40 و 42 يعني هنا الـ B يجب أن تكون 7 لما كانت الـ B 7 في هذا الموقع الـ N 6 والـ L هي عبارة عن 3 نتابع الآن الـ R في الـ K الـ R في الـ K هي عبارة عن 40 والـ R في الـ M هي عبارة عن 16 وبالتالي هنا 16 يعني الـ R هي عبارة عن 8 8 بهالشكل 8 الـ K هي 5 و 8 ضرب الـ M الـ M هي عبارة عن 3 بهذا الشكل 8 ضرب 2 الـ M هي 2 وبالتالي قيمتي الـ K هنا الـ K تساوي 5 يعني هنا الـ K مكتوبه بدلال الترقم يجب أن أبحث عن القيمة التي تساوي 5 الـ S مضروب في L تساوي 15 هنا أيضاً لدي أخر علاقة الـ T مضروب في الـ M تساوي إلى 18 الـ M كما قلنا 2 الـ T هي عبارة عن 9 يعني ليست مفيدة بالنسبة لي هنا لدي الـ L هي عبارة عن 3 وبالتالي الـ S هي عبارة عن 5 وبالتالي قيمة الـ K خمسة هي نفسها الـ S والإجابة هي A في سؤال الثامن الـ A مضروب في الـ B تساوي 8C الـ A مضروب في الـ C تساوي 8B الـ C مضروب في الـ B تساوي 2A المطلوب الـ A ضرب الـ B ضرب الـ C يعني هنا نضرب المعادلات ببعض البعض يعني نحصل على الشكل التالي هنا A مضروب في الـ B مضروب في الـ C للتربية تساوي هنا لدي 8 ضرب 8 هي 64 64 ضرب 2 تساوي 828 A في الـ B في الـ C الآن بإجراء عملية الاختصار الـ A في الـ B في الـ C تساوي 128 والإجابة هي B في أسوال التاسع لدي الـ A في الـ B تساوي B مربع هذا يؤدي أن الـ A في الـ B تساوي B مربع يؤدي الـ A تساوي الـ B الآن الـ C مضروب في الـ B تساوي 4 إذن الشرط الموجود لدي الـ B أكبر من C قيمة الـ B أكبر من C طيب بإجراء عملية التعويض هنا في المعادلة أو بدون إجراء عملية التعويض يعني الرقم 4 أحصل عليه من حاصل ضرب 2 ضرب 2 وهذا شرط غير مقبول لأنه قيمة الـ B أكبر من C أو 1 ضرب 4 وبالتالي هنا الـ B هي 4 والـ C هي 1 وبالتالي قيمة الـ A هي عبارة عن 4 والجواب هو A يعني أنا لدي معادلتين بـ 4 مجاهل لكن يوجد لدي شرط أن الـ B أكبر من C هنا يدي العلاقة بين C والـ B هي 4 الأربعة في جدول الضرب هي ناتجة عن 2 ضرب 2 أو 1 ضرب 4 وبالتالي 2 ضرب 2 متساوي أنه هذا يخيل بالشرط وبالتالي قيمة الـ B أربعة والـ C واحد في السؤال العاشر الـ A مضروبة في C هي عبارة عن 70-72 72 هي عبارة عن 9 ضرب 8 لدي أيضا الـ B مضروبة في الـ A هي عبارة عن 50-54 وهي عبارة عن 9 ضرب 6 أيضا لدي هنا C مضروبة في الـ B تساوي 40-48 هي عبارة عن 6 ضرب 8 بهذا الشكل الآن بإيجاد القيم لدي الـ A مكررة وبالتالي هنا قيمة الـ A هي 9 لدي هنا الـ B مكررة وبالتالي قيمة الـ B هي 6 لما كانت الـ B 6 الـ C ستكون 8 وبالتالي الـ A زائد الـ B زائد الـ C تساوي 6 زائد 8 زائد 9 يعني هنا لدي 17 زائد 6 تساوي 23 والإجابة هي D في السؤال الحاج عشر هنا الـ A للتربيع تساوي 4A هذا يؤدي أن قيمة الـ A هي عبارة عن 4 الـ B للتربيع تساوي 5B هذا يؤدي أن قيمة الـ B هنا تساوي 5 C للتربيع تساوي 6C هذا يؤدي قيمة الـ C هنا 6 الآن 4 زائد B أو A زائد B يعني 4 زائد 5 4 زائد 5 زائد 9 ناقص 6 وتساوي 3 والإجابة هي D إذن في السؤال الثاني عشر والأخير في هذا التست هنا لدي الـ A مربع هو 64 الـ A تساوي 8 الـ A مضروب في الـ C هو عبارة عن 144 وبالتالي إذا كانت الـ A ثمانية الـ C هي عبارة عن 144 على الثمانية 144 على الثمانية بإجراء عملية القسمة 144 تقسيم ثمانية هنا لدي 1 8 6 64 18 وبالتالي C هي عبارة عن 18 15 والـ A مضروب في الـ B هي عبارة عن 120 لما كانت الـ A هي ثمانية هنا سوف تكون 120 تقسيم ثمانية 1 8 4 0 5 15 الآن لدي C مربع واللي هي 18 للتربيع 18 للتربيع ناقص الـ B للتربيع واللي هي 15 للتربيع يعني هنا تساوي 18 زائد 15 مضروب في 18 ناقص 15 واللي هي ثلاثة يعني 15 هنا لدي ثلاثة وثلاثين ضرب ثلاثة يعطيني تسعة وتسعين والإجابة هي G وشكرا لكم موسيقى